شفير الهاوية 15 يوما وإلا لم يسبق للصحافة الكويتية أن استخدمت مثل هذه المصطلحات في توصيفها لمشاورات اليمن لقد كان اليوم مختلفا في لغة معظم الصحف الكويتية وفي جميع ما كتبه الصحفيون على مختلف توجهاتهم وتباينات آرائهم لقد بدت إحباطات الساسة الكويتيين وتجلت فيما سطره الكتاب رئيس تحرير صحيفة السياسة قال إن بلاده لن ترعى مشاورات مدى الحياة وليس لديها الاستعداد لذلك وكان أحمد الجار الله أكثر وضوحا حين قال أن وفد الميليشية هو من أعاق جهود السلام ومن حطم طموح الكويتيين في أن يكون لهم دور في سلام يعود إلى بلاد لم تعد سعيدة كما قال كانت الصحف الكويتية قد فتحت صفحاتها واندفعت للترحيب بمثلية الميليشية كما رحبت شوارع المدينة لزيارتهم حتى أن واحدة من صحف الكويت قد خصصت إحدى صفحاتها لتدوين انطباعات مرافق وفد الميليشية وقد قالوا في استضافة الكويت شعرا ونثرا لكنهم لم يمنحوا البلد الذي تغزلوا في أرصفته فرصة أن يكونوا وسيطا جيدا سبق لصحف يمنية أن ساهمت في وضع عصبة على أعين قرائها كان ذلك حين أطلت قوافل المحاربين على العاصمة صنعاء فقدمتهم صحف أغلقت فيما بعد كمخلصين للبلاد من ظلم قالت تلك الصحف أنه قائم صحف الكويت اكتشفت بعد شهرين فقط أن كلما أدلى به ممثلوا الميليشية لم يكن غير عصبة وضعت على أعين اليمنيين منذ سنوات ولم يزيلوها إلا وقد خسروا الدم والتراب